السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلابنا العزاء طلاب الصف الثاني الثانوي شركة أفاق التعليمية موعدنا بإذن الله عز وجل مع الجزء الثاني من درس مراحل التطور مراحل نمو الجنين قبل الولادة بإذن الله عز وجل تحدثنا في الدرس السابق عن بعض المراحل اللي بيمر بها الجنين تحدثنا عن بعض الأغشية اللي بتحيط بالجنين ووظيفة كل منها اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن المراحل الثلاث لتكوين الجنين طبعا مدة فترة الحمل يا شباب تقريبا تسعة أشهر ضرب ثلاثين تقريبا مئتين وسبعين يوم طبعا هذا الكلام مدة الحمل ممكن مئتين ستة وستين يوم تقريبا وممكن تصل إلى مئتين وثمانين يوم يعني تقريبا تسعة شهور زيادة أيام أو أقل أيام بسيطة وربنا عز وجل بيقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا طبعا هذا فترة الحمل مع فترة الرضا بإذن الله عز وجل هنبدأ أن نحن نقسم هذه المراحل الثلاث مراحل كل منها تقريبا ثلاث شهور طبعا ثلاث شهور يعني تسعة شهور نقسم على ثلاثة كل مرحلة بتكون ثلاث شهور أول ثلاث شهور ليهم أو لهم بعض الأشياء أو بعض التغيرات التي تطرأ على الجنين تعال نشوفهم مع بعض في البداية بيبدأ تكوين بعض الأنسجة والأعضاء والأجهزة في أول ثلاث شهور طبعا الجنين بيكون ممكن يتأثر بيكون حساس جدا لأي تغيرات طبعا يا فترة تكوين وبالتالي ممكن يتأثر ببعض المواد التي ممكن تؤدي إلى التشوه التشوهات ممكن تطرأ على الجنين على تدخين بعض العقاقير زي الأدوية والعلاجات عشان كده بتمنع الأنثى من تناول أو الأم من تناول بعض المواد العقاقير والمضادات الحيوية في هذه الفترة على الدخان المخضرات وغير ذلك ليش؟ لأن الجنين بيكون في فترة تكوين مهمة جدا جدا وبالتالي ممكن تأخذ التشوهات طبعا بالصور كده من أول أربع أسابيع الشكل بيكون كده بعدين بتغير تبدأ الأطراف تتباين بالشكل هذا بعدين تشايف العين بدأت تظهر من ثمان إلى سبع أسابيع ومن ثمان إلى ثمان أسابيع طبعا في بعض المواد التي ممكن تؤدي إلى تشوهات الجنين الدخان ممكن يؤدي لنقص المولود عدم اكتمال النمو حمض الفوليك هذا مهم جدا جدا في الأول ثلاث شهور طبعا مهم لعملية النمو فعدم موجود حمض الفوليك أو نقص حمض الفوليك يؤدي لعدم اكتمال النمو والدماغ والرأس وحدوث بعض الاختلالات أيضا في الجهاز العصبي والجهاز الشوكي لو لا قدر الله الأم بتناول كوكاين أو مخضرات أيضا نقص المولود والولادة المبكرة يحدث ضرر بالدماغ والضرابات السلوكية طبعا هذه المواد ممنوعة نهائيا ممنوعة منها الأم في الأول ثلاث شهور أو طبعا طول فترة الحمل محمض الفوليك بالذات الطبيب يركز عليه في بداية فترة الحمل عشان يكتمل نمو الجنين بشكل صحيح طبعا في نهاية هذه المرحلة الأمه أول ثلاث شهور يستطيع الجنين أن يحرك ذراعه وأصابع يديه وأصابع قدمه خلاص بتبدأ الأطراف تتميز ممكن تعبيرات الوجه ظهور بصمات الأصابع بعد بعد تنتهي هذه المرحلة ندخل في الثلاث شهور الثانية هذه الثلاث شهور طبعا ممكن تسمع فيها نض القلب مما يدل على تكوين الجهاز الدوري وبالتالي ممكن الجنين يحط أصبعه في فمه يأمس أصبعه ويبدأ شعره بالتكوين عمية طبعا من الأشياء التي تظهر في قبل مرحلة تكوين الشعر وأيضا يتمكن الجنين من العيش خارج الرحم بالتدخل الطبي ولكن ده بيحتاج طبعا بيكون بدأ النبض يشتغل أو بدأ أشياء كتيرة جدا تشتغل الجنين وتظهر طبعا ممكن لقدر لو حبثت ولادة ممكن الجنين يعيش ولكن بيحتاج فترة رعاية كبيرة جدا بها يولج شبيه بجو أو بيئة شبيهة بالرحم وبالتالي ممكن يكمل نموه خارج رحم الأنثى إن اضطروا إلى ذلك أيضا الرئاتين لم تكن مكتملة في هذه الفترة وممكن يتعرض إلى إصابة لكثير من الأمراض تعالوا نشوف المرحلة الشهور الثلاثة الأخيرة دوم آخر ثلاث شهور طبعا في المرحلة دي بيبدأ الجنين حجمه يزداد كثيرا طبعا الدهون تبدأ تتكون تحت الجلد وطبعا وضع الدهون اللي هي بتعمل على سبب درجة الحرارة وبالتالي في الفترة هذه الأم بتاكل كمية علي من البروتين عشان الأنسجة تتمايز والأنسجية تتكون البروتينات طبعا يبدأ يكتمل نموه الدماغ والخلايا العصبية الجنين ممكن يستجيب لبعض المؤثرات زي الأصوات صوت الأم أو إزعاج ممكن الجنين يكون مثلا في حالة نومة وزي كده وبالتالي ممكن يتمايز أو يبدأ أنه يميز الأصوات الخارجية وهو يتحرك نتيجة لسماع بعض الأصوات وهكذا طيب خلاص احنا كده أكملنا ثلاث مراحل كل مرحلة ثلاث شهور وعرفنا إيش اللي ممكن يطهر فيها وإيش الطائرات التي تحدث في هذه المراحل في الأخير طبعا فيه ممكن نشقص بعض الأمراض زي ما احنا شايفين كده أشعة الصوتية اللي هو السونار ممكن نشقص بعض الأمراض قبل الولادة وممكن نشوف بعض الأشياء قبل الولادة والجنين في فترة الحمل أو داخل بطن الأم ممكن فحصه عن طريق هذه الأجهزة طبعا أجهزة السونار تبدأ تدخل داخل تظهر شكل الجنين وحركته وممكن تظهر بعض الطائرات اللي ممكن يتعرض لها الجنين طبعا ممكن نحدد جنس الجنين عن طريق أشعة السونار وبالتالي ممكن لقدر الله نميز بعض الأمراض عن طريق أخذ سحبة أو عينة من السائل الرهلي والخملات الكوريونية طبعا ممكن يدخله يبدأ يدخل أنبوبة الكسطرة عشان يسحب جزء من السائل شايف الأنبوبة الكسطرة دخل عن طريق العنق الرحم ودخل جوه هنا ممكن يسحب عينة من السائل الرهلي طبعا ممكن تدخل هذه الإبرة في بطن الأم الحامل وتسحب عينة من السائل الرهلي وبالتالي ممكن فحص هذا السائل الفحوصات ممكن أيضا نعرف عن طريقها مستوى الإنزيمات اللي موجودة وفحص الخلايا ممكن نحدد المخطط الكروموسومي عشان نقدر أن نحن نعرف بعض ناخد عينة ونقدر أن نحن نعرف الكروموسومات غير الطبيعية التي ممكن أن تؤدي إلى تشوهات وغير ذلك من الفحوصات التي يمكن أن يتعرض لها الجنين وهو موجود داخل بطن الأم كده وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وبإذن الله عز وجل مع الجزء القادم بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته